بما أننا بنتكلم عن والدك وقد إيه دي يعني عيلة فنية نشأت فيها عايز عرف ابتدتي إمتى وانتي عندك كم سنة ومين عارف أنك موهوبة وإيه الموضوع حصل إزاي؟ أوكي الموضوع حصل أصلا أصلا بطريقة كتير كوميديية كنت أصغر واحدة بين أخواتي وهن دائما يروح مع بابا على الستوديو أنا بدي أثبت وجودي لازم أثبت حضوري أنه أنا صغيرة يعني فخلص أوكي خلصينا أوكي خلصي وقفي بك خلصي عياط ويلا أدخلي الستوديو سجلت أول غني كان عمري أربع سنين بس اللي هو طبعا ما بعرف شي لسه مفهماني المجال شو هو بس أنه أنا بدي مثل أخواتي يعني أنتي لما بدأت بدأت غنى بدأت غنى بالضبط بعدين لما كبرت بلشت بمجال voice over أكتر طبعا الغنى كملت فيه بس لسه ما كان professional كثير عرفتي أو ما كان دراسة كان موهبة وموجود في الستوديو نسجل فيه بنشارك فيه مع بابا كان لكي فواصل مشهورة على سفيستون كان فيه بآخر تقريبا عشر سنين اللي هنا فواصل زمرو ده أبجاد بمبون كانوا بصوتي أصوات بنات صغار وصوتي الطبيعية يعني حسب كل كوكب أو كل جمهور كل شريحة نحنا من خاطبة شو بتحتاج صوت دايماً اللي بيعمل voice over الناس بتبقى متخيلة حد هو بيطلع حد تاني خالط في الضبط بفكروا مثلاً أنه خلص كوكب بمبون فلا دي طفلة صغيرة لأ خالص يعني أحياناً متعامل مع أطفال صغار بس أحياناً ممكن مشان السرعة مشان عشان ننجز كده خلص في ممثلين متعامل معه إن كان أنا طبعاً ولا أقصرتي بمصر جامد ننجز دي مصر شو مثلاً في كوكب زمرده أوكي ريمي في الأوقات التالية على زمرده هذا بصوتي الطبيعي في شي تاني بمبون أطفال كتير هيك صغار عم حاول تذكر هيك فاصل جديد مثلاً بابا روفيل في الأوقات التالية على بمبون بس هو طبعاً الواحد بيكون مزغير أكتر هيك ومستعد أكتر باستوديو بتستمتع بأكتر إيه الحاجة الأقرب لأنه صعب لأنه بالنسبة لي صعب حدد لأنه كله مرتبط ببعضه الدبلاج مرتبط بالغنى مرتبط بالفويس أوفر مرتبط كل واحد بالنسبة لي أكتر